اهلا بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور زاوي القدرات الخاصة هل في قانون بيحميهم؟ في قانون بيحميهم القانون يحتاج الى تعديلات هل هم ليهم حق في المجتمع بنتكلم ازاي ندمجهم في المجتمع اللي بيتنمر عليهم اللي بياخد حقوقهم اللي مش بيرضي يشغلهم اللي مهما كنت في مكان ولا في مول ولا في شارع وفي ركنات خاصة بيهم وده مخصوص للزاوي القدرات الخاصة وإحنا ولا كأننا شايفين ولا أي حاجة بنتعدى على حقوقهم وإحنا يعني مرة عن عمد ومرة لإننا مش واخدين بالناء القانون بيحمي حقوقهم ازاي؟ ده اللي احنا نحاول نعرفه بيسعدنا وشرفنا وصوص عبد الملكة ميخايل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أهلا بحضرتك نورنا جدا كل سنة وحضرتكم طيبين حضرتك طيب خير المشاهدين طيبين المشكلة بس أنه فيه كتير من إخواتنا زاوي الاحتاجات الخاصة هم مش عارفين إيه حقوقهم يعني وأنا كمان كمواطن ما باش عارف يعني هو كمان مواطن صحبي وصديقي زاوي الاحتاجات الخاصة إيه حقوقه فساعات إحنا بنتعدى على حقوقهم يعني ممكن ألاقي مثلا ركنة مثلا مرسوم عليها حد كده من زاوي الاحتاجات الخاصة أروح أنا إيه الركنة الفاضية الجميلة دي روح راكن فعا كده أنا بتعدى مثلا على حقوق فلوح راك تكلمنا عن الجزئة دي الأول زي الناس تعرف حقوقها طبعا بالنسبة لموضوع ركنة السيارات أمام أماكن الزاوي الاحتاجات الخاصة يعني ما فيش قانون ملزم حاليا إنما في مشروع قانون مقدم لمجلس الشعب تمام بوضع غرامة فورية تبدأ من 200 جنيه إلى 500 جنيه وممكن تتسحب الرقصة في حالة التكرار اللي منذ التلات سنين رخصة الكيادة فلازم برضو بيطلبوا من قدارة المرور إن يكون فيه يعني علامة مميزة توضع في مكان ظاهر للسيارات بتقول إن السيارة دي تابع المعاقين أو المكان ده خاص بالمعاقين زي ما بيحصل في بعض المولات بتبقى فيه علامة كتا بينا إن ده مكان بيطلبهم من قدارة المرور إن هي تصدر قانون خاص بغرامات فورية الاحترام والتقدير إخواتنا زولة احتراجات الخاصة لأنهم برضو دول بيبقوا عنصر هام في المجتمعنا طبعا وزي ما لهم احتراجات خاصة هم ليهم قدرات برضو خاصة طيب ده بالنسبة لركنة السيارات لكن في حاجات تانية كتير يعني مثلا حتى في إن حقهم الأماكن اللي فيها سلم محتاج أن يطلع محتاج أن ينزل في أماكن دلتي فعلا فيها رمبات للطلوع والنزول وفي أماكن لا وما بيلاقيش إن هو حد يساعده هل الحاجات حتى ولو البسيطة لكن هي حق إليهم مفروض إنه بينص عليها القانون بمراجعة مثلا مبنى أو مكان معين ما فيهوش ده تعتبر إنها مخالفة طبعا ده يعتبر حق من حقوق الإنسان إن يوفروا لي المطالع الخاصة في جميع المصالح الحكومية بيلاقي كل الحاجات دي موجودة والدولة مهتمة جدا بالمعاقين بخواتنا الزوال الاحتياجات الخاصة وبتحاول توفر لهم كل وسائل الأمن والحماية طبعا أنا عايز برضو أسأل حضرتك عن التنمر وإحنا اعتدنا للأسف يعني أنا عارش دلاتي بقت استقافة أحسن والدنيا أفضل بكتير جدا من زي قبلي لكن كان فيه فكرة التنمر إن حد يتري على حد من إخواتنا أو حبيبنا زوي الإحتاجات الخاصة أو يقول كلمة ملهاش لازمة فعايزين يعرف القانون إزاي بيواجه الشخص المتنمر الشخص اللي ممكن يداي أخوه من زوي الإحتاجات الخاصة طبعا جريمة التنمر جريمة بشعة ولها تأثير نفسي عميق على زوي الإحتاجات الخاصة لأن ده بيأثر عليه في التأخر الدراسي بيأثر عليه بيصاب باكتئاب حد اكتئاب شديد عشان كده القانون وضع أحكام رضاعة للتنمر إيه هي بقى يعني قانون بيعاقب بإيه لو حصل تنمر خصوصا السوشيال ميديا دلوقتي قدت فرصة أكتر لأنه لو هم عاوزين يتعايشوا مع المجتمع ونشروا صور ليهم حد فيهم ارتبط خطب ونزلوا صورهم بنشوف أنه بيحصل أحيانا تنمر قانون بيعاقب بإيه قانون رقم 10 لسنة 2018 للزوي الإحتاجات الخاصة وضع أقوبة لأي حد يتنمر على زوي الإحتاجات الخاصة بتبدأ الأقوبة من 50 ألف غرامة حتى 100 ألف غرامة والحبس لمدة سنة طبعا لقي الموضوع منتشر وبيبقى فيه كذا شخص ممكن يستهزئ ويتنمر بالزوي الإحتاجات الخاصة بالضبط فبدأوا يشددوا ويغلزوا العقوبة فوضعت المادة 50 مكرر المادة 50 مكرر شددت عقوبة التنمر وأصبحت تبدأ الغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف والحبس بيبدأ من سنتين فيما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبة يعني لو حد من إخواتنا زوي الإحتاجات الخاصة بالنسبة للعقوبة دي إذا توفر فيها شرطين إيه هما الشرطين؟ أو شرط يعني أي شرط فيهم يتطبق العقوبة أول حاجة إذا كان أكثر من شخص بيتنمره على أحد زوي الإحتاجات الخاصة الحالة التانية إذا كان أحد أصول زوي الإحتاجات الخاصة هم من المتنمرين أو أحد المسؤولين عن رائعيته كمان المسلمين ليهم بحكم قضايا أو بأي حاجة زوي الإحتاجات الخاصة اللي هما عندهم الإعاقة الزهنية وإحنا في المجتمع بنسميهم مسميات للأسف مش كويسة أوقات في بعض الأهالي بيروحوا حبسين عيالهم حبسين ولادهم في البيت في قوضة ويقفل عليه بالترباس لأنه هو خايف يعمله مشاكل مع الجيران بيستعر منه حاجات كده هل القانون بيواجه ده ولا لا فعلا القانون وضع عقوبة رادعة برضه تبدأ من ست شهور وغرامة من خمس تلاف جنيه لخمسين ألف جنيه طبعا هو حبس زوي الإحتاجات الخاصة ده بيسبب له مشكلة هو المفروض يندمج في المجتمع ده ربنا خلقه عشان يعيش في المجتمع مجيش أنت تحبسه عشان عنده إعاقة أو أي حاجة مالوش ذنبك وتبعده عن المجتمع وإنت مالوش ذنبك يعني في مقولة مشهورة قالها أحد المعاقين قالك أنا ذنبك إيه إن اتخلقت معاق أنا ذنبك إيه إن أنا اتخلقت معاق تمام يا تساعدونا يا تسيبونا نواجه مشاكلنا بنفسنا بدون ألم أو تدريب لا طبعا دور الدولة ودور المجتمع ودورنا إحنا كأشخاص إن إحنا نساعد نساعدهم طبعا طيب أنا عايز أسأل حضرتك برضو يعني هي مش بس إن أنا ببقى مش عايز أوريهم للناس وبحبسهم لكن ده للأسف للأسف إن في بعض القائمين على رعاية زاوي الإحتياجات الخاصة بتتعد عليهم بالضرب أو حتى بتنتنع عن إنهم تقدم لهم الرعاية المطلوبة يعني لو حد فيهم محتاج رعاية طبية أحيانا أنا أصرف عليه ليه الفلوس دي أنا أولى بيها حاجة تانية ما هو كده كده دي حالته فبمتنع إن أنا أقدم له الرعاية الطبية لو حد من زاوي الإحتياجات الخاصة بيعاني من كده القانون برضو بيضمنه حقه إزاي وإيه العقوبة للي بيعمل معهم كده المدى الستة أوربعيد من قانون عشر لسنة 2018 وضع برضو العقوبة اللي هي ستة شهر وغيرها ما تبدأ من خمس تلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه كعقوبة لشخص اللي بيكون بهذه الجريمة طب في بعض الاعتداءات اللي هي طبعا المجتمع بيلفظها وبيرفضها خاصة برضو للمعاقين زهنيا يمكن كان فيه فيلم مصري من أكثر من 30 سنة كان بيّن القصة دي اعتقد كانت الفناء نبيل عبيد وفكرة الاعتداء الجنسي على زاوي الاحتياجات الخاصة زي القانون بيتعامل معي هل بيتعامل معي أنه هو اقتصاب ولا بيتعامل معي أنه هي إرادة حرة وكيف لزاوي الاحتياجات الخاصة نحن أو المعاقز هنا نحن نقول عليه أنه هو ذات إرادة حرة طبعا القانون هنا بيعاقب برضو نفس العقوبة للاعتداء عليه على زاوي الاحتياجات الخاصة جنسية يعني بيعاقب بإيه يا فندي؟ العقوبة بتكون ستة شهر وغراء ما تبدأ لا 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 ستة شهر يعني واحد يعتدي على بنت معاقة ذهنيا يقتصبها وممكن تبقى حامل زي ما شفنا في الفيلم اللي كان بيناها اجراضية وياخد ستة شهر لا لا ما ظنش في الاعتداء الجنسي كبير عقوبة بتبقى؟ عقوبة ستة شهر؟ لا عقوبة طبعا بتكون أكتر من كده يعني يعني بتبدأ من ثلاث سنين وأعلى يعني أنا أعتقد أن في مناقشة القانون والتعدلات اللي تترق عليه محتاج تغليز عقوبات اللي بيعتدي عليهم بشكل أو بآخر يعني طبعا من أبسط حاجة لأكبر حاجة أنا برضو عايزة أقول لحضرتك أن في بعض المدارس ما فيش مراعاة لأن بيبقى الأطفال اللي في المدرسة من زاوية الاحتياجات الخاصة ممكن تكون فصولهم مثلا في أدوار عالية والمدرسة ما فيهاش أسان صرفه هو هيتعامل إزاي فمحتاجة أنها مراعاة الدمج اللي بقى موجود دلوقتي لكن لسه لغاية لاتي ما فيش مدرسيين وما فيش حتى الطلبة ما فيش وعي إزاي ممكن يتعاملوا مع طلبة الدمج اللي برضو مصورين أننا نعزلهم برضو القانون ما صابش الحتة دي وبرو في المدرسة 46 أي قانون عاشرة سنة 2018 للزاوية الاحتياجات الخاصة أن يجب عليهم تهيئة تهيئة الأمان للأطفال زاوية الاحتياجات الخاصة اللي هي بتكون موجودة في الأدوار العليا في الأماكن التعليمية والأماكن التعليمية يعني بيلزمهم يا فعندما ما يبقاش الأطفال وبرو بيضع عقوبة بتبدأ من 6 شهور حبس أي وبرو 50 ألف جنيه غرام متصل لـ 50 ألف جنيه غرام بنشوف وبنسمع في بعض البلاد وممكن يكون في مصر بس أنا لا أدعي أن أنا أعرف حالة يعني من الحالات فكرة التجارب الطبية لزاوي الاحتياجات الخاصة طبعا في تجارب طبية مثلا زي لما جوم يعملوا لقاح فيروس كورونا عرضوا على الناس اللي عايز يجي يتفضلوا بتاع بس بإرادة حرة شخصية وبيكتب إقرار وحاجات كده لكن يعني زاوي الاحتياجات الخاصة كمان اللي بأكد عليه اللي هو يعني فاقد الزهن أو ما عندوش قدرة أو ما عندوش حرية إرادة ماذا لو تم استغلاله في التجارب الطبية تمام القانون برضو ما سابش الحتة دي وضع عقوبات راضي إن أي تجارب طبية أو أسليب علاج غير سليمة تضر بحياة الأشخاص زاوي الاحتياجات الخاصة دي بتسبب لهم أضرار جسيمة وضع لهم القانون عقوبة برضو نفس الكلام بتبدأ من خمس تلاف جنيه لخمسين ألف جنيه غرامة وست شهور حبس يعني إحنا بنتمنى في التعديلات اللي هتطرق على القانون إنها تكفل لكل زاوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم وتحميهم من أي حد بيتعدى عليهم على خصيتهم على احترامهم على أدميتهم على حقوقهم في المجتمع وعلى كل حاجة ونشوف إنه هو بيتم دمجوم في المجتمع بالشكل اللي يليق بيهم وبكرامتهم كإنسان في الأول وفي الآخر نورتنا وكونا سعداء جداً موجود حالات معنا وستوى عبد الملك مخايل المحمي بالاستناف العالي ومجلس الدولة شوفكم جداً نشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا في حلقتنا النهاردة إن شاء الله نشوفكم بكرة ويوم جديد وحلقة جديدة وصباح النور يوم كوغامل موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة